المصنف 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 فعمل به النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمل به أيضا أبو بكر وعمل به فعمل به أبو بكر فإن أردتم أن تعمل به كما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم عمل به أبو بكر وأنا صدرا من خلفاتي عملت به يعني بذلك فإن تفعلوا بذلك فهو لكم وإلا اتركوه أنا أحمل عنكم لكن الشاهد قال لهم قال لا نورس ما تركنا صدقة لا نورس ما تركنا صدقة يعني ما فيش مر إرس النبي فيه كفاية الأهل ثم بعد ذلك الصدقة هنا عمر بن خطاب رضي الله عنه قال للعباس والعلي لأنهم اختصم عنده فقال لا نورس ما تركنا صدقة لا نورس ما تركنا صدقة وقال مصنف حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا عن الزهري علم المسيح قال لما مات أبو بكر بكى أو بكي عليه فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه يعذب ببكاء الحي عليه وهذا يسنوذ صحيح رجال ثقات رجال الشيخين كما سبق كثيرا شرحناه وقلنا هنا أنه في قول إن الميت يعذب ببكاء الحي يعني يعذب ببكاء الحي إن ارتضى ببكائه أو كان البكاء فيه النوح لكن بكاء الرحمة لا يعذب به لأن النبي بكى وقال إن العين لا تدمع إن القلب لا أحزن ولا نقول إلا ما يرد ربنا وإن لفراقك يا يا إبراهيم لمحزون ولما دخل العبد الرحمة العفق قال أنت تبكي أنت رسول الله وتبكي قال نعم إنما هي رحمة إنما هي رحمة وإنما رحم الله من عباده العلماء الرحماء الفواد المستنبطة ملاد الاختلافات السنة قال تفعلون بها ما فعل بها رسول الله وفعل بها أو بكر وفعلت بها وذكر الحديث لا نورث ما تركن الصدقة من تسبب في شيء حوسب عليه من تسبب في شيء حوسب عليه إن الميت لو عذبوا كأهلي إذا أوصهم أو إذا رضي بما فعلوا من مخالفات السنة لا معدل عنها لشيء السنة لا معدل عنها بشيء ما فيش أي شيء يعدل السنة بحالة من الأحوال يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم كثير يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم ترجمة نانسي قنقر